اهلا بكم من جديد يواصل وزير الخارجي الجزائري رمطان العمامر زيارة عمل يقوم بها الى العراق مبعوثا للرئيس عبد المجيد تبون وبالعاصمة بغداد تحادث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع نظره العراقي فؤاد محمد حسين واستعرض معاه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وفي هذا الاطار اشاد رئيس دبلوماسيتي البلدين بعمق الروابط الاخوية والتاريخية التي تربط البلدين اتفقا على رزنامة الاستحقاقات الثنائية المقبلة لا سيما الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة الجزائرية العراقية وكذا تبادل الدعم لترشيحات البلدين في الهيئات الدولية والاقليمية اعربت الجزائر عن دانتها شديدة للارهاب في كل مكان وفي الظروف كافة كما اعربت عن بالغ قلق هائزة الاعتداءات التي وقعت في باماكو وجاء في بيان للخارجية الجزائرية ان هذا التطور يؤكد مرة اخرى الحاجة الى زيادة تعبئة المجتمع الدولي باسره لمنع الارهاب والقضاء عليه واضف البيان ان الجزائر تشدد على الاهمية الاستراتيجية للتنفيذ الفعال والدؤوب لاتفاق السلام والمصالحة في مال المنبثق عن مساري الجزائر ارجع القصر الملكي المغري باحتفالات الذكرى الثالثة والعشرين لتولي الملك محمد السادس حكم البلاد في الثلاثين جوليا الف وتسعمائة وتسعة وتسعين بزعم تفشي جائحة كورونا وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة في بيان اصدرته مساء الجمعة انه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية المترتبة عن وباء كوفيد تسعة عشر فقد تقرر تأجيل جميع الانشطة والمراسم والاحتفالات التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لاعتلاء العاهل المغربي العرش وقع نحو اربعين نائبا يساريا معظمهم من الشيوعيين مشروع قرار يدين نظام الفصل العنصري المؤسسي للاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين وجاء في البيان ان الاحتلال الاسرائيلي اقام نظاما مؤسسيا للقمع والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة هذا ودع الموقعون الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين ومطالبة الامام المتحدة بفرض حضر على توريد الاسلحة الى الكيان الصهيوني وفرض عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين الصهاينة وطالبوا بازالة العوائق في فرنسا امام الدعوات لمقاطعة المنتجات الاحتلال الاسرائيلي دع المبعوث الامريكي الخاص الى اليمن تيم ليندر كينغ طرفي النزاع الى تمديد توسيع الهدن بالبلاد خاصة وانها احدثت وفقه تحولا كبيرا لليمن وحققت فرقا ملموسا في حياة المواطنين وخلال لقائه مع المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي ديفيد بيزلي اشار ليندر كينغ الى ان ندرة واردات القمحة العالمية ادت الى زيادة عدم الامن الغذائي بين اليمنيين ويشار الى ان المبعوث الاممي الى اليمن هانت جروندربيرد قد اعلن الخميس الماضي انه يجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدن وتوسيع نطاقها في سودان اعلن مجلس السيادة ترك الحكم للمدنيين وتفرغ الجيش لاداء مهامه المنصوص عليها في الدستورة اعقال نائب رئيس المجلس الفريق محمد حمدان ديجلو في بيان لها ان المؤسسة العسكرية في السودان لن تتمسك بسلطة تؤدي لاراقة الدماء محذرا من وجود مخططات داخلية وخارجية تهدد وحدة وامن سودان ختام المجز للمزيد من الاخبار تابعونا عبر منصتنا الرقمية على تويتر فيسبوك انستجرام ويوتيوب كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الالكتروني لقناة الجزائر الدولية في امان الله اشتركوا في القناة